اشتركوا في القناة بهذا الشكل عندي هنا ثلاث حبة طماطم مع ملعقتين مع جون طماطم مع ملعقة بابريكا مقروش اما البهارة عندي بهارة كاري وفلف الأسود وبهارة مشكلة وكمون وكزبرة وعندي مكعبين ماجي عندي هنا كيلو تقريبا من اللحم لحم غنم او خروف اي لحمة في مشكلة مقطع وصغير بهذا الشكل بعد كذا عندي هنا كركم وزنجبيل وخمسة فصوص ثوم المقدار الزنجبيل والثوم مقدار يعني يقابله خمسة فصوص ثوم يقابله زنجبيل وكركم بنفس الكمية راح احط هنا حبتين او ملعقتين من الكركم والزنجبيل والثوم بعد كذا احركهم مع البصل بهذا الشكل حتى تطلع ريحتهم شوي بعد كذا اضيف عليهم البهارات احرك البهارات والكشنة هذه كلها مع بعض الكشنة هذه مهمة جدا في المرقوق او في القريش الاحمر بعد كذا انزل الطماطم والببريكا والزنجبيل المخلوطين مع بعض واحركهم مع بعض تقريبا خمس دقائق حتى تسبك الكشنة مضبوط بعد كذا اضيف اللحم و احمره ربع ساعة وبعد كذا اضيف له الماء مثل منتم شايفين تقريبا الماء حطيت لتر ونص من الماء بعد كذا اترك اللحم يستوي حتى يصبح قريب الاستوى او شبه مستوي راح ياخذ له ساعة اذا مستعجلين على الوصفة هذه ممكن تضغطوا اللحم بالضغاط فتسهل العملية اكثر لكن انا قدامي وقت ما في مشكلة هنا اللحم بعد ما استوي انزل عليه فلفل احمر وبعد كذا انا نزلت هنا الخضار لان الكاميرا طفية ما مدينا اصور لكم الخضار عبارة عن فاصولية وعبارة عن كوسة وقزر وقر لكن القرع راح نضيفه اخر شي لانه يستوي سريع راح نترك الخضار تصبح شبه استوى وبعد كذا راح اضيف القرع حين بعد ما اضفت القرع وصبحت الخضار شبه مستوية الحين اضيف ملعقة صغيرة من الملح اذا اضفنا الملح في البداية ما راح يستوي اللحم بسرعة هنا عندي خبز المرقوق او خبز القرصان متوفر او تستطيع تخبزه بالبيت خبز خفيف نفس فيديو الخبز الشعير الحين هنا راح نزل الخبز او القرصان بهذا الشكل بحيث او يتشرب اول خبزة حطها وارفع لفوقها خبار بعد كذا نزل الخبزة الثانية يجب ان نغمر الخبزة اللي ننزلها بالمرقة كامل حتى ما تلسق مع اختها بهذا الطريقة ونفس الشيء ارفع الخبار على الخبزة حتى يصبح فيه فاصل بين كل خبزة بهذه الطريقة بعد كذا نستمر بهذا الشكل انا حطيت ست حبات خبز تقريبا اذا كانت الكمية اللحم قليل تقدر تستخدمه اقل من الخبز هنا بعد مرور نص ساعة بعد ما كملت الخبز وقعدت على نار هادية نص ساعة الحين صب الخليط في صحنة تقديم وهذا الشكله تقدر تخله اثقل من كذا تزود الخبز لكن الناس اللي موجودين معي يحبوا المرقوق يكون بهذه الطريقة وهنا اصبح جاهز اتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة ما فيها تعقيد ولا تنسوا اخوكم من الدعم والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله